السلام اليوم في حرقاء من الحلقة التالي من النهاردة نتحدث عن الحلقة مهمة جدا وهو كيف نضع باسورد على أي شكل التى المشكلة في الكمبيوتر أو على الفلاش المامورى أو التاجه타� こوالفلاش المامورى أو الكروت على طريق التواصل عن طريق وصلت τον يوسب بي يعني كروت المامورى بنقدر نوصلها عن طريق اللادر والفلاش وبتعادنا ندخل على الكروت ما التعليق باسورد وفي المنطق ندخل على الكومبيوتر طريقة بسيطة جدا ندخل على الكمبيوتر طبعا قلنا الطريقة لا تحتاج اي برامج اضغطنا كليك يمين نجد تيرن ابي ليتوكر الطريقة نتوفر من وندس سيفن وندس زايد فاصل وان وندس فيستا وندس تين وخصوصا وندس تين وعتقد كل مستخدمين من وندس تين حاليا ونضغط هنا وطبعا دي علشان برتشنات فيها مساحة كبيرة وماليانة عملية التشفير ستأخذها تطويل فعشان كده انا معي فلاشة هنجرب عليها العملية مع بعضينا بنركب الفلاشة بتاعنا في الكمبيوتر زي ما احنا شوفنا الفلاشة فاضية خالص وعادي هنفرض مثلا فيها اي حاجة نيفوردر كده مثلا زي ما احنا شايفين هنشرح الطريقة لخطوات بسيطة جدا هي كم نقرأ كده بالماوس بتاعنا والموضوع هينتهي تماما بنيجي على الفلاشة بتاعنا زي ما احنا شايفين ونعمله تيرن ابيت لوكر تمام بنضغط عليها كده بيحمل معانا بنقوله use password to unlock the driver بنقوله استخدم باسورد علشان نفق الفلاشة بتاعنا ونقدر نفتح تمام هنكتب الباسورد بتاعنا يكون من 8 حروف ارقام زي ما احنا شايفين انا هكتب رقم تلفوني مثلا وبيقول لنا قرر الباسورد مرة تانية بنكتب الباسورد اللي حطناه فوق مرة تانية وبنضغط على next تمام بيقول الباسورد دويتي الكي بتاع فتح الفلاشة نحفظه فين علشان يعني لو نسيته يكون معاك نسخنه هقول له save to file تمام احفظه في الملفات واختر الدسك توب مثلا وهو ديني مديني اسم بيطر الكور الكافر لكي وحاطت كود كده بنقول له save بيصهر معانا على الدسك توب زي ما احنا شايفين الباسورد انا حطيته وبنقول له next تمامه وبنقول له next next start ابدا عملية تشفير على طول العملية بتخدش وقت زي ما اقولت ان استخدامت الفلاشة بس فضية او فيها new fordler واحد علشان تنتهي العملية بسرعة ما اطولش عليك ووقت الفيديو وعملية الرفع انتهت معانا العملية زي ما احنا شايفين وهقول له close كده الفلاشة بس طبعا علشان لسه اعملها الفلاشة مفتوح معايا عادة وعليها الجفل مفتوح هعمل تشروبها هاخلع الفلاشة مثلا واركبها يعني انا خلعت الفلاشة الوقت وهنركب الفلاشة تمام الفلاشة زي ما احنا شايفين جت عليها الجفل الزهبي زي ما احنا شايفين وعشان ادخلها لازم اكتب الباسورد يعني هنفتح الفلاش كده مع بعض هنا بيقول ايه enter password to unlox is drive فيه نكتب الباسورد اللي احنا كتبناه lock تمام فتحت معانا الفلاشة زي ما احنا شايفين وجواها new fordler اللي احنا عملناه دي كان الطريقة طبعا في بعض المستخدمين كتير بتجاب لهم مشكلة معينة المشكلة هي ان ما بيظهرش معاه امر ال bitlooker اللي هو الامر دويتي دي ما بيبقاش موجود عشان كده احنا هنعمل حلقة كاملة نوضح فيها اظهار الامر ده لو ما كانش موجود الحلقة القادمة ان شاء الله دلوقتي بقى عايزين نلغي الباسورد بتاعنا كل علينا هنضغط كليك يمين هنا وهنقول له زي ما احنا شايفين manage bitlooker ادارة رمز الدخول هنضغط كده فاتح معانا قائمة في control panel زي ما احنا شايفين وانا لازم نركز علشان ما نلعبش هنا partition see البرتشنات بتاع تل هارد هنا removeable data اللي هي الاقراس اللي قبل الازالة اللي هي الادرز الكوريتموماري الفلاش منجل نلغي turn off بتلوقر الغي القفل دويتي هنجل له turn off تمام هيحمل معانا زي ما احنا شايفين وبكده هنكون جدرنا نفك الفلاشة وطبعا لو مش فاكين الباسورد الفلاشة مش تتفاتح كان هيطرب مني دلوقت حط الباسورد لكن احنا زي ما احنا شايفين انا كنت حاطت رمز الدخول جبل لمبدأ العملية العملية بعد ما تخلص تحميل بجل كروز وبكده هتلغى الباسورد عادي دي كان طريقة ازاي نعمل الباسورد وازاي نلغي الباسورد والحلقة الجاية هنشرح ازاي نظهر امر turn on بتلوقر لو ما كانش موجود